من العمل يوماً واحداً في الأسبوع على ضوء الهاتف الكليوي أو الشموع تطورت كرة التصعيد من قبل موظفي الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة باتجاه إعلان الإضراب المفتوح والشامل لتصبح مؤسسات الدولة جثة متحللة حتى إشعار آخر منسوب التآكل والاحتقان نتيجة فقدان الرواتب أكثر من 90% من قيمتها وعدم قدرة الموظف على الوصول إلى مركز عمله بسبب غلاء البنزين جعل من كرة العصيان الوظيفي تتدرج إذاناً بتحركات تصعيدية لا أفقالها بعد أن لمسنا عدم تجاوب كامل من أصحاب القرار كان لابد من اتخاذ قرارنا بالذهاب إلى أضراب شامل ومفتوح ابتداء من يوم أمس الخميس إلى أن تتحقق ما طلبنا وهي حياة جزء يسير جداً من حقوقنا المهدورة من أكثر من 25 سنة إذن مصالح الناس متوقفة بالكامل والشلال ينسحب أيضاً على الجسم القضائي مع دخول المساعدين القضائيين في إضراب المفتوح ابتداء من الاثنين المقبل كل ذلك والدولة تتفرج وتتصارع فيما بينها وأركان المؤسسات تنهار ولا من يتحرك احتساب الرواتب على أساس مؤشر غلاء على أن تم تفعيل هذا المؤشر بأسرى وقت ممكن لا يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي تانياً تقديم كل الدعم لتعاونية موظفيئة دولي ولا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحسين التقديمات الاجتماعي لأصبحت شبه معدومي حقيقة حالياً تالتاً احتساب بدل النقل اليومي أو رفع بدل النقل اليومي إلى ما يوازي نصف ساعة صفيحة البنزين أو العمل على تأمين بونات بنزين حتى الآن لا قدرة على تصحيح الأجور ولا حد أدنى لها إنما مساعدات موعودة لا تثمن ولا تغني باختصار لا إدارات لا مؤسسات لا حكومة لا دولة اشتركوا في القناة